إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم أربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدك رحمة إنك أنت لهاب يقول الله عز وجل في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إله هو رب العرش عليه توكلته وهو رب العرش العظيم يؤكد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بأن الرسول الذي بعثه الله تعالى لي اختتم به النبوات ورسالات هو من أنفس هؤلاء القوم الذين بعثه الله تعالى منهم بناء على دعوة إبراهيم الحليل عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسول فهو منكم أيها الناس فهو لم يكن ملكا لم ينزل من سماء لم يأتي من هنا أو من هناك ولكنه من أنفسكم أي واحد من قومكم ولكن هذا الرسول الذي بعثه الله منكم يختلف عن كثير من الخلق بهذه الأوصاف التي أطلقها الله عز وجل عليه وهذه الأسماء وهي أسماء الله تعالى أطلقها على هذا الرسول الكريم لقد جاءكم رسول من نفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي حز في نفسه وآلمه هذا الذي أنتم فيه من العنت من الانحراف من هذا السلوك غير القويم الذي يشوه الفطرة التي أودعاها الله عز وجل فيكم أيها الناس حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أننا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتز بهذه الرأفة ويمتز بهذه الرحمة وهو الذي يؤكد القرآن بأنه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين أرسله الله تعالى من أجل أن يدعو الله أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وهو الذي كان يحرس أشد الحرص على أن يلتحق هؤلاء القوم أو قومه الذين نشأوا والذين خرج منهم كان حريصاً أشد الحرص من أجل أن يتجهوا ومن أجل أن يأخذوا سيرهم على الصراط المستقيم هذا الصراط الذي الذي دعانا إليه رب العالمين وأن هذا صراط مستقيماً ولا تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولقد كان يرجو من الله عز وجل أن ينزل عليه تلك الآية التي كان هؤلاء القوم يطلبونه منه من أجل أن يؤمنوا به ويقصدون بها الآية المادية على غرار ما كان مع بعض الأنبياء الذين سابقوا وكان يتمنى في قلبه أن يمنح هذه من أجل أن يتمكن هؤلاء القوم لعلهم بذلك يؤمنون ولكن الله عز وجل نبهه إلى قضية هامة جداً وهي أن هؤلاء الناس منحهم الله تعالى والعقول التي يمكنه وتمكنه من تمييزي بين الخير والشر بين الإيمان والكفر بين الهدى والضلال بين كل هذه البدائل المتاحة لكل إنسان وإن كان كبرى لك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في سمائي فتاتي يوم بآية ولشاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجهلين فلتكونن يا رسول الله من الغافلين عن حكمة الله تعالى في خلقه ولكن الرحمة التي أدعى الله في قلب هذا النبي الكريم هي التي جعلته يتألم حينما يرى فيهم هذه الإعوجاج حينما يرى منهم هذا الصدود حينما يرى منهم هذا الرفض حينما يرى منهم هذا الغلو في الإبتعاد عن الحق وفي رفض الحق وهم الذين كانوا يقولون وإذ قالوا الله ما إن كان هذا هو الحق من عندك فأمتر علينا حجارة من سماء وهم الذين قال الله تعالى عنهم وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يا سين والقرآن الحكيم من كلام المرسلين على صراط المستقيم من تنزيل العزيز الرحيم لتنذرقهم مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنظرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون وهذا كله ما تألم منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فالرسول صلى الله عليه وسلم على غرار أخلاق الأنبياء والمرسلين هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يشفقون ويعطفون على هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وصدوا عن السيرات المستقيم فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول عن هؤلاء العصات يقول عليه السلام فمن تبعني من المؤمنين فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا المسيح عليه السلام الذي أفتري عليه أكبر فرية يمكن أن تفطرع الإنسان حينما اتهموه بأنه الدع الألوهية له ولأمه ولولدته سيقول الله له يوم القيامة وإذ قال الله يا عيس بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهني من دون الله قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلى ما أمرتني به أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله عربي واربكم وكنت عليهم شهيد ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أن تراقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز العكيم هذه هي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي التي تلخصت في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمتاز بهذه الرأفة وهذه الرحمة على الخلق حتى بالنسبة لهؤلاء العصات الذين رفضوا الإذعان لصوت الحق ورفضوا الرجوع إلى صراط الله المستقيم ولكنه كان ظل ويدعو الله عز وجل بأن يهديهم بأن وما يقوله كثير من الناس اليوم في هذه الرواية التي نسمعها من هنا أو نقرأها من هناك بأنه فعل وفعل وقتل وفعل كل هذه الروايات كل هذه الإدعاء تتنافع مع ما ذكره القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من نفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين هذا النبي الذي يتألم لحمامة أخذ منها فرحها ويقول لإصحابهم من أفجع هذه في فرحها فليارد لها فرحها وقد كان أيضا يتألم حينما يرى هؤلاء القوم يصدون عن سبيل الله صدودا ويرفضون هذا الرفض ويتوجهون بإنسانيتهم وينزلون بإنسانيتهم إلى الدركات التي تتعفن فيها والعياذ بالله بشريتهم ومنها ينطلقون إلى الخلود في الجحيم والعياذ بالله في حين النبي الكريم يدعوهم يلسموا بأحلاقهم يلسموا بأعمالهم إلى هذه المنزلة التي تتقطر فيها منهم معاني الإنسانية ومنها ينطلقون إلى أن يخلدوا في نعم الله الذي أعداه الله تعالى للمتقين فالله ما صلي على هذا النبي الكريم الذي وصفه الله عز وجل وصفه رب العزة بأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول له الله عز وجل وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ما أهوجنا اليوم إلا أن نغترف من هذا المعين معين الرحمة التي جبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يدعو الناس في قوله يرحم من في الأرض يرحمكم من في سماء فحياة النبي وداوته كلها رحمة للعالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه طهر تسام رحمة للعالمين إنه طهر تسام رحمة للعالمين